موسيقى طبعا هنعمل في أكاديمية اسمها تشامبيون الأبطال في نادي في راس غارب الباح الأحمر طبعا هنصديف المدير الأكاديمية وبعض اللاعبين الموجودين عنده هنعرف بقى الأكاديمية ماشية زي وظروفة إيه والتطورات اللي فيها والأدوات اللي فيها وبيشتغلوا زي وفين الصحي وفين الغلط ونشوف بقى وجهات النظر مدير الأكاديمية واللعبين المميزين في الأكاديمية وإنت السن القانوني بالنسبة لهم لأنه يبدأ يروح نادي كبير وتبدأ الدنيا توضح بالنسبة لناس هنرحب بكابتان أحمد عباس لاعب نادي الألمونيوم ورأس غارب صابق سهلا بك يا كابتان محمود مفصوصا معاك النهاردة وتحياتي لأسرة البرنامج وطبعا اللاعب مصعب فوزي إزاك مصعب مهند وائل إزاك مصطفى مصطفى ياسر إزاك جريف الحمد لله وأنا مفصوصا معاكم في المرنامج طيب كابتان أحمد إيه أكاديمية الأبطال فرز غارب في تطورات كبيرة جدا بنتبع بعض الصور وبنشوف ودخلنا وحاسنا وشوفنا أنا كنت من الناس اللي لقيت فرز غارب وشوفت الأكاديمية ونجاحة الأكاديمية فأنا بالنسبة لها عايزة أفهم منك فيه ناس بتقول إن الأكاديميات فيها سبوبة السبوبة دي يعني انظمها إيه السبوبة بتتحكم في إيه وإنتوا بتمشوا إزاي وحطينوا كواعد ومبادئ فيه بالزبط والله يا كابتان يا بردو عايزة أوضح لحضرتك كلامك مظهوص في النقطة الأولى بقت أغلبية بقت الفكرة على الأكاديميات عموما في مصر مهشامة جدا بالنسبة إن الأكاديميات دي حاجة مهمة بالنسبة اللاعف في الفترة السنية الأولى اللي هي من عمره من أربع سنين لعشر سنين المفروض بيبدأ تأهيله في أكاديمية بس اللي بيفرق بقى إنه بيبقى فيه شغل احترافي وتأهيل نفسي وتأهيل بدني بيحتاجه الطفل في السن ده الشغل ده ما بقاش موجود دلوقت يعني حاليا الشغل ده ما بقاش موجود ركا فهم عايز أفهم اللعيب إزاي بيتخليه يبقى فيه دم جيبينك وبينه يخليه يستمر معاك ويلتزم معاك لمدة مثلا سنة أو سنتين وهنفهم من اللعبين يعني إزاي اللعيب عندك لك مثلا سيام 2008 ممكن اللعيب يكون عندك ثلاث سنين إزاي اللعيب ده حسب إنه هو عنده مستقبل في وجود الأكاديمية ده طبعا مش موجود في بعض الأكاديميات وموجود جدا طبعا دي حاجة دي حاجة مهمة جدا بتتوقف على التيم الموجود في الأكاديمية زائد البروجرام والنظام اللي بيبقى ماشح عليه والسيستم بتاع الأكاديمية وفي عامل نفسي طبعا والعامل النفسي والتأهيل طبعا النفسي والشامل اللعبين إنه هو إنك بتحط اللعيب بدل ما بيبقى في حتة البراعم من سن 8 سنين لعشر سنين بتحاول تاخده أنت بعد كده الفترة احترافية بتعيشه الجو احترافي في الأكاديمية سواء عن طريق التمرين أو المطشاط اللي بيلعبها دابلس طبعا التأهيل اللي هو النفس اللي بيبقى محتاجه اللعب إزاي بتثقفه إزاي بتخليه بيعرف يتعامل مع الالتيم الموجود في الأكاديمية وطبعا ده بيتم من خلال كوكبة من كبات كبار معاه في الأكاديمية كابتن محمد شدلي يعتبر من أقدم الناس الأكاديمي في البحر الأحمر يعني معروف جدا كابتن أحمد وضيف لعب نادي الأسيوطي السابق طبعا معروف كابتن شريف كابتن كمال مش عايز أنسى حد يعني بالإضافة المدير الإداري طبعا اللي بيقوم بدوره على أكمل واجه كابتن جلال سلمي كابتن جلال سلمي وطبعا مدير الإداري في مدرسة أرب العملية حد من تزميكة موجود حاليا في الأكاديمية لأن إحنا الفترة اللي جاية إحنا مفروض أن الأكاديمية دلوقتي هتتم مشاركة عندك كم مدرب في الأكاديمية موجود عندي تسع مدربين عندي أنا كل مدرب مسؤول عن سن معين في الأكاديمية أنا عندي ألفين وستة وألفين وخمسة وألفين تمانية وسبعة وتسعة وعندي وعشرة وعندي لحد ألفين وتسعة في ألفين وسبعتاشر ألفين وسبعتاشر مصعب بدأت الأكاديمية مع كابتن أحمد نضامت الأكاديمية إزاي وكاب بدايتك مع الأكاديمية وبدأ التموح بتاعك بقى يزيد إزاي مع الوقت وفهمني يعني أوصل لو أنت لو أنت روحت في أكاديمية تانية وروحت أكاديمية قبل الكابتن أحمد ووضح لنا إله إيه الفرق ما بين دي ودي وليه ما نضمتش الأحد الناديين بالنسبة للراس غارب والعاملين في الفعل عمرك بتاعتك دي يعني فهمني ووضح لي طبعاً أكاديمية شامز ممتازة تمام عن اسمو مختلف الأكاديميات وأنا بدأت مع كابتن أحمد عباس أنا وعن تسعة سنين تمام كنت أريب إن أنا روح لنادي الأهلي كنت موجود مع نادي راح كابتن أحمد راحت اختبارات مع الأهم كان موجود مع كابتن جمال السيد كابتن جمال السيد راح لنادي أين بن عبد يجيزروف يعني كابتن جمال تم اختياره مقابل لكابتن جمال السيد قبل موضوع الكورونا طبعاً طبعاً كورونا جداً كان كل الناس قبل تحجبها في القطاع ناشئين بمصعب والفعل يعني تم الاختيار وطبعاً ظروف كابتن جمال السيد إن هو حالياً مش موجود في القطاع طب كم ده مصعب حلمي إن أنا اسمو ألعب بره مصر إزاي كابتن أحمد تتعامل معكو نفسي يعني المدربين إزاي تتعاملوا معكو نفسياً طبعاً كويس بشكل كويس إيه الفرق ما بين الأكاديميان إنت روح تقبل كده أو الأكاديميان إنت كابتن أحمد بالك أتديم على الأكاديميان بالي ثلاث سنين ثلاث سنين إيه؟ مهنة كابتن أحمد كان بيدينا تصيق على طول حسيتها إخي حسيتها إزاي في الأكاديميان؟ انضميت إزاي؟ اختارك على كفاءة؟ ولا اختارك على انضممك الأكاديميان؟ لا يعني شافك الأول حطتك في تست اختبار لانضممك الأكاديميان ولا حطتك في اختبار؟ لا أحطني في اختبار اختبار إن كنت لعيب كويس أو لا وبعد كده تم الاختيارة عليك وبدأ يشتغل معاكل بدني يشتغل معاكل بدني بأحمق الأدية في الوقت يعني ممكن مخص تأخذ حصة أدريبية مدية أدية؟ مثلا حصة أدريبية؟ ممكن نص ساعة؟ حصة أدريبية؟ بنحيس البدني؟ تمام؟ مصطفى؟ منضميت إيه؟ منضميت من ثلاث سنين 2017؟ حاسين باختلاف بين الأندية غارب والأكاديميات؟ يعني في فرق؟ اه في فرق؟ يعني اتناقشوا معي اتناقشوا معاكل لكم وكلموا اللي عنده معلومة يقولها برا الأكاديميات في استهتار في استهتار في الأكاديميات؟ ليه مصعب بتحس ليه قلت استهتار؟ فاهمني وضح ليها مصعب لأن لأن الغلط من كابت الأكاديمية بيبقى في استهتار آآ آآ انت حسيت مع وجود المدربين في رأس غارب ان في اختلاف يعني في جداية في اهتمام الكابتن بيحط لكم في أيام كورونا كان بيدربكم؟ آآ قولي كلموا كلموا شيلوا الرحبة وكلموا بعد فترة من كورونا كنا بنتمرم معه كنت شغالين معاه في الأكاديم شغالين معاه في الأكاديم شغالين إزاي بقى؟ وطبعا مكانش فيه تخالب كان طبعا موضع برنامج أونلاين برضا بقى؟ أونلاين كان تحط طبعا فترة كورونا كان الموضوع زي ما انت عادت كابتن محمول كان هياخد فترة كبيرة شوية فبدأت هنعمل ان نشتغل على طول ان احنا نحط برنامج أونلاين لكل اللاعيبة وكل الناس كانت ملتزمة بداية يوميا ده بلاس طبعا ان كان فيه بيبقى متابعة في الوزن ومتابعة في حتة الأكل والنظام الغذائي لكل اللاعيبة كابتن احنا ده انا هسأل سؤال مهم جدا السؤال ده طب اشتغلت اولاين وكاين اللاعب بيلعب في نادي وبيلعب مسارة جميل جدا اشتغلت مع اللاعيبة في الفئة العمرية في السن ده وتشغل عليهم بأحمال بدنية ممتاز جدا بتحط الجدية والعامل النفسي بالنسبة لللاعيبة حيل جدا بس السؤال الأهم جدا ازاي بتبدأ تحط كواعد ومبادئ يعني بتبقى افضل من الاندي وارد ان يكون افضل من الاندي يعني انت حاطت سيستم نادي جوا اكاديمية طب انت رايح باللعيبة دي لفين ايه 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 الطموح من اللعيبة دي رايح بقى لفين ايه الفكرة برضه كابتن محمود علشان بداياتا خلينا متفقين ان اي منظومة ناجحة لازم بيبقى فيه سيستم وبلان من البداية ان هما هدفهم ايه يعني في النهاية انا هدف ايه في النهاية بشتغل درست كابتر احمد اه اه انا اولا كنت لعب في النهاية الوامن ناجح حمادي طب اه 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 ا في البداية لما بنيجي نشتغل لازم بيبقى فيه سيستم محطوط للـ كل الكلام ده جميل يا كابتن أحمد أنا عايز أنت رايح باللعبة دي لفين؟ يعني أنت رايح بتموحك عندك تموح حاطة نظام الأكاديمية رايح بالأكاديمية دي لفين؟ هل حاطت في دمائك أنك تشارك في مسابقات؟ عندنا إن شاء الله مسابعة السنة دي بإذن الله اشترك في مسابعة؟ عندنا مسابعة السنة دي للـ 2006 و 2007 و 2008 إن شاء الله دي الناس هتبقى مشاركة بالفعل اللي هتبقى موجودة السنة دي ده زاد الهدف البتاعي برضو رئيسي إن أنا حت التسويق اللعيب أنا لما جات فرصة لمصعب وودته وراح الأهلي والناس كلها تكلمت عليه وكابتن جمال أبدأ يجابه بيه وفعل كان ينضمه وكل حاجة أنا كان الناس حتى لما تكلمت أقلوه أنت عايز يلعب في الأهلي ولا عايز فلوس ولا عايز تستثمر كان ردي إن هو أنا لأ أنا عايز اللعيب يمضي ويبقى موجود في النادي الأهلي بغض النظر عن أي حاجة إن مش فارق معاك المشفية لا ما كانش فارق معايا أي مديات يعني بس أنا كان فارق معايا إن اللعب طب بدون تغبيتك يا قابتن أحمد ولكن ممكن نقود إحنا في الجانب اللي هو الفقرة التانية ممكن نبقى نتكلم على بعض الناس اللي بتعمل أكاديميات السببات وتشتغل بطريقة غير شرعية وطبعا النظر بتحط بعض القواعد والمبادئ الخطأ بالنسبة لللاعبين يا مهند تمحاتك إيه؟ نفسي أحترف برا تطبق ده على الأرض الواجهة نفسي أطبع على الأرض الواجهة صح والغلاط؟ صح يعني نفسي أطبع على الأرض الواجهة أتمرم بشكل كويس أشغل مع كابتن أحمد بالشكل اللي هو بيشتغل بيه وأبدأ بيشتغل معاكم بدني جامل؟ أه بدني يديكم حصة تتباه جاملة؟ طب يا جماعة في الكنترول لو يقدروا يحن نزللنا صور للعبين وما بيكمرانوا مريض حتى لو كذا كل واحد كام بصورة كده نشوف بعض التدريبات بتاعتهم أتمنى كامل كامل أموان؟ شكل لحمد حجيز يعني كلاو شكل لحمد حجيز إيه اللي بيدحك؟ أنا بلعب في الديبات أه بو يا مصطفى أنت محاطك إيه؟ يعني ألعب في الزمانة بعدين أحترف برا طبعا أطفال أطفال يتكلمون بتلك أي تمام يعني بتحيب نادي الزمانك؟ أي ومي أنت أهل أول؟ زمال كامل أنا كده بوقعك على فكرة المستعمل يعني لو جيت روحة إلى أهلي حيقولك لا حاسب أنت قلت أنا الزمانك مصعب 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 مثلا الأعلى كانت أوكي ونفسي أحترف برا مصر ونفسي ورده على أفل أهلي لا أفل منتخب مصر المنتخب أحسن؟ المنتخب أحسن؟ المنتخب أحسن؟ أه محمد صلاح مشهور ملاقيبش لأهلي ولا زمالك بس بقى نجمة مصر حسنا مش حسنا؟ حسنا مصعب 2008 هتبدأ معكاب تن أحمد بيشتغل معك بشكل ممتاز جدا الفترة ديت أو يشتغل معك برضه فترة كورونا فعزي ما الناس كلاك هتخاف على أولادها وكلهم قاعدين في البيت بتفكر طبعا تدريب طبعا بصي يا بتل طبعا ده في بعض اللاعبين صوره مهوات موجودة ما أنا عشاش ده كممتش مع نادي جراندو تيل ده مصعب ده مصعب آه 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 تمام تمام ده في النادي الأهلي آه ده ده في النادي الأهلي مهوات مصعب ده ممتش مع ريال مدريد طبعا في الساد بلاتين هنا في التجامل ده ممي مصعب برضه؟ ده مصطفى آسر مصطفى آسر مصطفى آسر ده ممي برضه ده الممي برضه ده مصعب برضه ده مصطفى آسر ده مصطفى آسر ده بقى مصطفى آسر ده مصعب برضه؟ ده مصطفى آسر ده سواني بقى جماعة في الكنترول مع الشي هيا ده بقى مصطفى آسر ده أنت بقى بشتغل معهم الأحمال من البقاء ده؟ والله يا الفكر انك أن أغلبية المدربين دلوقتي على مستوى مصر ما بيقوش فاهمين من الطفل لازم يبقى محتاجين المحتاج الفيتنس بجانب الكرة يعني فهامل ازاي؟ بس اللي بيفرق الطايمر طبعا مع الحملة اللي بيشتغل بي بس كده انا كدنا عم بدراسة كده عشان ممكن اه كل الكلام ده هو ما ينفعش طبعا اي حد بيشتغل بطريقة شوية لان طبعا ده طفل ما عندوش القدرة الكاملة ما بحملش على عضلة قلب او هحمل على الرقاتين بتاويس ما ينفعش ان انا بشتغل بطريقة شوية كده انا احمد بعد ما تكرر وزارة الشباب الرياضة وكرر الدولة بان معاودة بعض الانشيطة ومراكز الشباب اشتغلت وبعد كده كنت جهاز جهاز درجة الحرارة كنت تجيبه في التدريبات بلصوم درجة الحرارة وكلام ده كله ولا كنت؟ كل اخدت طبعا اه الاجراءات الاحترازية بتاعتي التعقيم الادوات طبعا كل تمرين البابات التعقيم اخدت كل الاجراءات بتاعتي الاحترازية طبعا والتزمت بكامل التعقيمات اه مصعب طولي ان هاي تشكر مين؟ تحب تشكر مين؟ احب اشكر والدتي وحب اشكر كبات من طبعا واشكر كبات من عباس وكبات من عباس وكبات من عباس وكبات من عباس وكل كبات اجنائي مش عادة نسحب طبعا مهان تشكر مين؟ وطموحك ايه؟ اه العب في المنتخب احب أشكر والدتي كانت بتدعمني بسبقني كتير وتموحيتي لالعب في المنتخب مصر وبره اسطفى اه احب أشكر كبات من عباس وحب أشكر كبات من عباس واشكر كبات من عبادة وواشكر والدتي انهم بيعملوني باحتراف استقافة استقافة جماعة ممكن ان انا بضيب انا عندي لعيبة كويسة جدا ولكن اللعيب ده مش 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 حابي بالنوع يتمره مش حابي مكسل مجيقولش بشكل كويس مش ملتزم في اكله مش ملتزم في النوم بتاعه فتتبقى تلاقي اللعيب بقى في حتة تانية خالصة لكن لو التزم مشتغل عن نفسه وتمرن كويس وكل كويس وتزبط اموره اكيد ان شاء الله يبقى في مستقبل كبير جدا نطلع فاصل طبعا هيبقى معنا كابتان احمد عباس الصعيد قسم الثاني والثالث بعد الفاصل ورجعنا لك ورجعنا لكو تاني بعد الفاصل طبعا هيبقى معنا كابتان احمد عباس لعبدالاملونه سابق ونادي العاملين بالراز غارب طبعا هنتكلم على الصعيد ناس كتير مهمشة لدوريات الصعيد فيها بعض الانديها كوبر جدا جدا ولكن طبعا غارب البحر الاحمر ونادي فيه ناديين موجودين في البحر الاحمر نادي راز غارب والعملين بالراز غارب عايزين نفهم الانديها دي فين دلوقتي في ترتبها نادي العاملين بيقولوا متصدر المجموعة الاول في المجموعة بتاعته مقص له مباراية تاني فارق بونت عن التاني عايزيننا رب بقى الغارب بتمشى ازاي والباحر الاحمر وبعض الفرق الصعيد والماديات اخبارها ايه والظروف العقوق عود اللعيب عامل ايه وكذا كابتان احمد نهورتيني تاني عبيبة كابتان مخبوض ايه هنخش جامديني زيما انت عايز العاملين بالراز غارب حاليا والله النادي العاملينة كابتان طبعا ده الناديك البس اه طبعا ده النادي بتاعي طبعا النادي العاملين حاليا ماشي بخطة سابتة متصدر المجموعة بتاعته ومجموعة الفيون خمان فارق بونت عن المركز التاني طبعا معهم الدبابة البشرية الكابتان رمضان رجب عامل طفرة مش طبيعية في النادي طبعا مكاسب كتير طبعا راز غارب مهماش اعلاميا طبعا طبعا عندها تفتهمش اعلاما طبعا ينقصة ايه ينقصة ايه ايه البديل اللي تخليه تبقى في حتة كويسة جدا ايه البديل بالنسبة للراز غارب ايه اللي يعوضها اللي اللي تبقى حاجة كويسة في الدوريات هي طبعا راز غارب طول عمرها ولادة يعني باللعبة الكبار وكانت موجودة في الممتاز بيه وحققت نتائج كبيرة جدا طبعا وده وضع نادي اللي عاملين طبعا ان هو طبعا انه بينافس موجود في الممتاز بيه ومعروب بكده طبعا نادي اللي عاملين من اعرق الاندية اللي هي على مستوى الصعيد يعني نادي عارق جدا ميقلش عارق عن اي نادي في مصر نادي شبان انا في الممتاز بيه اه نادي شبان انا طبعا كانت خسر من البنك الاهلي تقريبا لالاسبوع الاخير مستوى ايه مستوى ايه الماديات بتحكم كبير انا طبعا هو برضو من الاندية الكبيرة من الاندية الكبيرة طبعا ومحدش يقدرين كده نادي شبان انا على مستوى الصعيد برضو عنده عنده قوام اساسي للفريق بيشتغل عليه كل سنة يعني الحاجة كمان الكويسة انه هو بيشتغل عن ابناء النادي وعنده قاعد اتناشئين كويسة جدا نادي شبان انا ما بيغيرش القوام طبعا كل سنة فيها اندية كابتة حمود بتيجي تغير القوام كل سنة بتغير القوام بالكامل كل سنة فده بالتالي ببعض طبعا الادارات وبعض المدير الفنيين بيعتقد انه هو جاي جاي التيم كامل انه هو الموضوع ده هيبقى عامل مساعد لي انه هو حقق مكاسب كبيرة في الدورة بل بالعكس انا انا شايف ان الموضوع ده بيسبب خلل في اي فرقة طبعا بيحصل فيها تغيير كامل في القاعدة بتاعة القوام الاساسي طبعا انا شايف ان ده بيحصل خلل ده اللي بيشتغل عليه الفرق اغلبية الفرق في الصعيد طبعا ومؤخرا بيشتغل عليه النادي الى العاملين فرق اللاعب في بحري أو زي ما بقوله في الكاهرة عندنا والملافية في المحافظات دي والصعيد الفرقات في العقلية بتختلف في عقلية في حاجة معنا ولا النادي بيبقى متسبب في عقلية لا هي برضه كتن عشان نبقى برضه في زبط أكتر على عندية بحري والقاهرة أكتر مستهيد السبب طبعا إن إن القطبين موجودين في بحري فوق دي طبعا ده عامل قوي جدا إن بيخلي أغلبية الاسبوت طبعا على لعبية بحري في المنتخبات هي الفكرة كابتن محمود إن انت النهاردة لما بتيجي بتعدي ناشئين ما بيتعدي عن طريق المنتخبات عن طريق المنتخبات يعني أنت دلوقتي لما بتيجي مثلا بتجمع مثلا منتخب الناشئين مثلا لما كنا منتخب الناشئين 89 ما كان منتخب الناشئين 89 كان آه بياخد بياخد موجود كان ضميت المنتخبات آه قا gesehen نضميت المنتخب 89 كان بيختار تخمص آه تجمع كان بيختار كان بيبقى مثلا موجود الكابتن ربيعي سين أو الكابتن هنري رامزي طبعا في الفترة اللي مصheet فيها بياخد قوة مجموعة معيزة من السعيد وكمان ببقى شايف ان الناس دي كفاءت اكتر من لعبة بتلعب في اهلي وزمالك بس الفكرة طبعا ان الاختيارات الاخيرة طبعا بتبقى لصالح الانديال اللي هي القريبة من الاسبوت اللي هي في القاهرة اللي هي اللي دايما بيبقى المطشات المطشات الريدي بتبقى عطولة مثلا هنا بتاعتهم في القاهرة والناس كلها جنب بعض فما بيبقاش صعب على المدير الفني ان هو مثلا يروح المطش مثلا مش هاخد عشر دقيق يروح المطش بالعكس المطش مثلا ممكن يبقى في نجاح عمادي او في اسوان ده صفر وتعب بالنسبة لل عقود اللعيبة بالنسبة للممتازبة هل في القسم التالت والكسم التالت والكسم التاني هل في العاملين والرأس غارب او في قندية البحر الحمر والسعيد زي وبحري لا هو انا عايز اقول لك برضو عايز اوضح لك حقا كابتن اه هي بيبقى فيه اختلاف يعني بس انا شايف انه بيبقى فيه منزات تانية يعني انا باتكلم بالنسبة لنادي العاملين برضو عشان انا برضو المكان ده انا برضو يعني عشت برضو فيه تجارب حقيقية وكده هناك طبعا رئيس مجلس ادارة الحج محمد الجنبور ده رئيس نادي العاملين اه ده طبعا انا بعتبره من الشخصيات التاريخية اللي داخلت نادي العاملين حصل صعود في التالي حصل طبعا اه حصل انجاز في وجوده في النادي طبعا فرقة صعدة ممتاز به وطبعا بيدعم النادي دعم مش طبيعي يعني بيدعم الفرقة والنادي طعم الدعم مش طبيعي سواء مثلا على الولا ساعات طبعا بيبقى فيه مثلا ناقص في الميزانية او ناقص التأخر في المرتبات او كده الراجل برضو ما بيتأخرش يعني فهمت زي سواء هو او ومعاد طبعا بقى عضاء مجلس ادارة محترفين جدا كابتن شادي لغزالي عشان منساش حد برضو بس هيا الناس ده اللي انا اللي انا يعني اللي انا فاكره موجودين دلوقتي فانا باعتبر الحاج محمد الجنبور هو طبعا مدير عام في الشركة العامة البترول وانا باعتبره بصراحة رأس منظومة نكحة جدا يعني بيتعامل طبعا مع اللعيبة طبعا بشكل احترافي جدا وشكل كويس جدا زادي انه هو طبعا كان سبب رئيسي في اختيار الدبابة البشرية كابتن رمضان راجب انه هو طبعا كان فيه سوق نتائج الفترة اللي قبل كابتن رمضان او سوق توفيق مش هنقول يعني مع الكابتن محمد رمضان كان موجود طبعا الكابتن محمد رمضان اشتغل فترة كويسة بس ما حلفهوش الحصد ولا التوفيق طبعا نحن عايزين ننتقل لحتة تاني جدا النشئين في الصايد ايه اللي نوعيسهم؟ او فيه اهمال في النشئين في الصايد طبعا فيه اهمالة كابتن انا عايز اعرفة كابتن ليه 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 اختيار المنتخبات وده برضو نقطة كبيرة ودائرة كبيرة ليه اختيار المنتخبات ما يكونش ما يكونش في مكان ومعسكرات زي زي اسوان او زي انا وزي نجا حمادي يعني ما برضو الكلام ده بعد المسافات ما ده طبعا بيدي الارجحية والصالح اللعبة بتاعت بحري فوق لعبة الصايد انا شايف ان فيه لعبة كبيرة جدا بس مهمشين اعلاميا مفيش اثبت عليهم ان الناس دي طب دور مين؟ دور الاعلام ان هو مسلا ان يبقى عنده مش دور الاعلام لازم يكون بيعمل اثبت على الصايد يعني انت شايف ميجبت نصر كده؟ لا الكشفين اللي هم اللي يظهروا المواحد لا الكشفين طبعا رقم واحد الكشفين طبعا عندنا فيه لعبة طبعا كتير مستعيد موجودة حاليا في الدور ومتسكة المصطفى كلوشة ومحمد انور وعشان ما نسأل لعبة كتير يعني بس انا بتكلم برضو في نقطة انا 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 ليه الناشئ ما عملوش اعداد من صغره ما عملوش اعداد من صغره زيه زي لعبة الاهل والزمالك في حتة الاثبوت يعني اللي ما حطش الاثبوت عليه من مدالة بفرق كابتن محمود انا النهاردة اللعيف في بحر اللعيب الاهل والزمالك بجهزه بجهزه نفسيا بجهزه حتة العقلية برضو بشتغل بشتغل على كتير كابتن رحمد عايز أقول لك حاجة وانا بتكلم الكلمة دي رسالة لبعض اللعبين في رأس غارب لو انت سنك حتى عشر سنين خلي عندك الثقافة والوعد ان انت ما تبطلش يعني حتى لو الماديات مساعدتكش وظروف مساعدتكش ما تبطلش لان كان في لعبة مواهبة كبيرة جدا وقتبالع في رأس غارب كان في لعبة جنبة جدا 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 ولكن منبطل الزباب بقى ان هما بيبطلوا معرفش معرفش هل بقى عدم طموح هل بقى فيه امور تانية بتاخد اللاعبين ديات او اللاعبة دي لو كانت كامير كان زمانة بقت حاجة كبيرة او كان ممكن ان عندهم موهبة بالفلطرة كبيرة جدا يوم امثال بسطا جدا يعني كابتان احمد عباس وكابتان احمد ابو ضيف احمد ابو ضيف هم يعني الاتنين بدأوا يعني طلعوا من البلد واشتغلوا على نفسهم وكلام ده كله وبرده يمكن بطلوا بدري واتجوا للتدريب ولكن انا كان شايف ان هم كان ممكن يقدر كمان يكمل طبعا انا واحد منهم طبعا انت نعم انت حليق اجهل على العيمة اللي مبطل الفترة دي بدري او انا لسا ما بطلتش انا معرفش انت بطل اه انا اه انا طبعا متجه واخد اتجاه التدريب الفترة دي طبعا واشتغل شغيع نفسي اه شغيع نفسي اه في حتة ان انا دلوقتي بجهز ان انا ان شاء الله بإذن الله يعني هسافر بإذن الله كده الفترة اللي جاي طبعا بعد موضوع كورونا ايه ده طبعا اه خالص بإذن الله هسافر ان شاء الله بإذن الله يبقى في كده في بلد معينة اه بجهز اه بجهز كده الحاجة معينة كده بإذن الله بإذن الله يتم الاتفاق عليها بإذن الله يعني اول الشهر اللي جاي بإذن الله فيته محاب بالنسبة لكابتن احمد يعني كابتن احمد اللي قعنا ده مثلا جالك تليفون احد رؤساني عندها في رأس غارك ولا كابتن احمد انا عايزيناك تتولى كمنصف مدير فني قاعد الفرق في القسم التالت هيكون رضي فعلك وانت في الفأة العمرية دي في السنة ده كخبرة كرجل عندها خبرات مثلا في اللعب في الممتاز به واشتغلت ورعت منتخابات أولومبي منتخابات شابك فهو جئت نظرك هيكون رضي فعلك هل بالموافقة وانتشك ممكن تنتظر شوية او تسنى شوية نفسك شوية هو طبعا الشرف لأي حد ان هو اشتغل مع رأساء الأندية سواء في راس ندرس غارب كابتن محمد ابن الحسن جدا جدا كابتن محمد ابن الحسن وكابتن ياسر ننش من ناس المحترمة جدا برضو كابتن فرج عبد الله كمان صابتن من ناس المحترمة جدا يعني فسواء اي حد يشتغل مع مجلس إدارة راس غارب أو نادي العاملين فدي حاجة طبعا اي حد ليه الشرف ويتشرب بكده بس انا طبعا انا دلوقتي شايفي ان انا ليت موقف حاجة معينة واخد اتجاه في حاجة معينة فانا طبعا مكمل زي ما انا يعني في الاتجاه اللي انا ماشي فيه حاليا شايفي وجودك في الاكاديمية كابتن تشغل بقى يعني طبعا ضمير بشكل كبير وتبتهد مع اللعبين سيوم ما كانوا بيقولوا انت شايفي ان انت ممكن تطلع باللعبة دي يعني عايزين عشان يطلعوا لبر الأمان انت شايفيه يا الفكرة برضه كعقلية لا بس انا عايزين بسا كابتن انا عايزين نوصل بولادنا دول لبر الأمان هل انت حاطت طبعا اجنتتك ومجاهز امورك ان اللعب ده مثلا في السن ده ممكن مثلا ابدأ احطه لو مقدرش يبقى متواجد في قاندية كبيرة بالنسبة للكاهرة او قاندية الدور الممتاز ممكن احطه في قاندية صغير مفيش مشكلة ويبقى اشتغل بس عنده المبادئ يعني مثلا لعيب تقوله مثلا اوت يعني يقولك يعني ايه اوت يعني حتى لو عنده مغيرة انا برضه كابتن محمود عايز اوضح لك حاجة هو برضه اللعب ايه في الفترة دي انت اعتبر معاك وماشا انت بتشكلها فحتة التجهيز اللعب الفترة دي ما بتبقاش ملعب بس تبقى نفسيا تبقى العقلية انت بتجاهز اللعيب تفيدهم يا كابتن احمد باللعيبة دي تقولهم ايه على الهوي يعني تخاطب كل لعيبة الاكاديمية تقولهم ايه في التوقيت ده مثلا تقولهم ايه القواعدة يمشوا عليها من حيث النفسية والعقلية والالتزان النفسي والحاجات دي كلها والاكل والنوم توجدلهم ايه عشان تكملهم طبعا طبعا مفيش انا عايز اوجه رسالة مش مش للاكاديميتك كل مصر لكل طبعا لعيبين مصر الناشئين الالتزام ده طبعا اكبر اكبر نقطة التحول في عمر اللعيب في السن ده يعني تقريبا ما تقنعنيش ان حاليا دلوقتي اللعب بيبقى محتاج لحاجات اكتر حاجة بيبقى محتاجها الالتزام في العمر ده سواء الالتزام في تمرينه في نومه في اكله في شربه كل القواعد دي بيبقى محتاج يمشي عليها كويس بيبقى محتاج يشتغل عليها كويس طبعا بيبقى فيه صبرت طبعا انه ليه الامر في البيت في حتة ركابة في حتة النوم بدري الموبايل مش كتير ما يمسكش الموبايل لفترات زمنية تعد ساعتين وثلاث ساعات ده كل ده بيأثر على شخصية الطفل في العمر ده بيحطه في حالة توهان وصراحان طول الوقت يعني فانا شايف انه سؤالك انت احمد مهم جدا طبعا انت بتتكلم معي بتقول انت عندك تسع مدربين في الاكاديمية شايف انه عدد كبير جدا بالنسبة الاكاديمية وان انت يكون عندك يعني الثقافة ان انا بعمل الاكاديمية دي مش اهمها راس المال وعندي تسع مدربين بياخدوا مرتبات والمرتبات دي مثلا بتقسم على اجزاء كتير فيه ناس مثلا غيرك ممكن تشغل بضنورك مثلا اشتغل مدرب او مدربين او مدرب بكتير ويبقى يحصل على المال مثلا كله من حيث الاكاديمية انك انت تحمل المنصومة دي وتخلي تفتح بيوت بالنسبة للمدربين دي وتشتغل ايه وجهة نظرك يعني ايه فكرك رغم انت لو وجودك او واحد تاني ممكن يشتغل ايه برضو وجهة نظرك انك تحط قاعدة المدربين دي كلها في الاكاديمية ليك وجهة نظر اقول لي برضا اوه طبعا كابتن الزامت خلينا متفقين ان السن ده والعمر ده بيتعامل بشكل معين بيتعامل طبعا مينفعش طبعا ان انا مثلا ابقى النهاردة مثلا الطفل مش حاسس ان انا مش مهتم مثلا بفئة عمرية معينة مش مهتم بيه هو فبقى فيه 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 موتش مثلا ببقى مفيش مفيش حد بيكاتشن على اللعيب نفسه مفيش حد بيتكلم مع اللعيب لا لا كل 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 فئة عمرية عندي في فيه كوتش بيشتغل بيشتغل معهم طبعا طبعا فيه احتوال طبعا بحتة الناس كلها بتبقى طبعا بيحس ان هو تيم ودي فرقته سواء عندي فرق الالفين وخمسة اوالفين وستة اوالفين وسبعة طبعا احنا عاملين روح كويسة جدا في الاكاديمية ان كل واحد كل كوتش معافر ايتو بيبقى فيه تحديات ما بين الترينرس في الاكاديمية المدربين طبعا حدك طموح الفترة الجاية دي بالنسبة لك كمدرب من ايتو محاطك الفترة الجاية بالنسبة لك كمدرب كافة نحمد عبدالس والله طبعا انا الفترة الجاية كل تركيزي ان شاء الله باذن الله ان انا طبعا اوصل بالولاد لحتة كويسة جدا ان انا طبعا اسوى اكبر عدد ممكن من اللعيبة طبعا وانا دلوقتي الحاجة اللي بندرسها في الاكاديمية انا وكبتين احمد ابو ضيفه اللي شغالين عليها كويس ان طبعا الفترة اللي جاية طبعا بنرتب ان يبقى فيه فيه معايشات لبعض اللعيبة اللي هما فتبقى برا كمان يعنى احنا بنرتب مع وكلة موجودين برا ان يبقى فيه معايشة بترتبوا لده اللعيبة تطلب معايشات برا؟ طبعا بس في حالة مثلا وجود مثلا لعيب مثلا كويس جدا ملتزم او وفنيا عالي جدا بنحاول نرتب له طبعا جاوم وعايشة يبقى في اي مكان كويس برا طبعا عايز بس نوصل الرسالة انه طبعا الوقت خدنا كابت الروض عبعال هو طبعا مدير فنينا دي طنطة ومسك في توقيت صعب جدا لما يكون السوشيال ميديا طبعا انا خطوكوا في جانبتين لما يكون السوشيال ميديا شغال على الراجل ولازيزه وبيضحك وكلام ده كلهم ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ما بيحصل مدعبات برا برا في أوروبا في كل شوية كل شوية مدعبات وتبقى لازيزة جدا وبنخش عليتي وبنتفرج عليها عشان عجبانة الراجل لما يكون عندنا حد في مصر لازيزه ودمه وخفيفه وجميل جدا ومقبول جدا بالنسبة لنا ايه المشكلة؟ من دعمه ايه المشكلة يا؟ كابت الروضة المدارب كبير جدا يعني انا والله انا ما ليش علاقة بكابت الروضة بس والله انا بتكلم والدم قوت والناس كلها سمعين راجل لازيز جدا وجميل جدا ودم وخفيف والدنيا جميلة جدا ومدارب كويس جدا كابتنا احمد عباس بشكرك شكرا جزيلا حبيب يا كابتنا محمود شرفت طبعا ان انا موجود لعاكي النهاردة وطبعا تحياتي لكل القائمين على البرنامج بشك ان شاء الله نلطلقك بقى بإذن الله وانت ماسك مدر فن كبير ان شاء الله في الممتاز بقى الممتاز ان شاء الله او المنتخب مصر حبيب يا كابتنا بشكركوا طبعا ونورتوني وشرفتوني ونورتوني وشرفتوني بس انتو نورتوني وشرفتوني ان شاء الله بإذن الله بلإزباع جاينا لطلقك يوم التلاتة ان شاء الله ساعة 9 صباحا سواعيكم